دي سلسلة مكونة من مجموعة مقاطع بالترتيب علشان نتعلم نعمل شوية ألعاب بنفسنا لينا والأولادنا وهنا بجانب متعة اللعب فيه شيء آخر مفيد جدا وهو الرقي بعقلنا لأننا هنذاكر ونفكر ونطور هنتأسس الأول بفهم مجموعة من الأدوات اللي بنعمل بيها اللعبة وبعد كده هنعمل ألعاب كتير بسهولة بنفسنا الألعاب اللي هنعملها دي هتشتغل على ويندوز ولينيكس وماك وانتوا هتلاحظوا في السلسلة أننا عادي ممكن أشتغل معاكم على أي نظام بنفس اللغة ممكن كمان لو أولادنا عندهم 9 سنوات فيما فوق نشجعهم على موضوع مفيد زي ده بدل ما يضيعوا وقتهم في حاجات ملهاش لازمة ده غير كمان أن برمجة الألعاب بتشغل التفكير وتنميه وفي السلسلة دي بنستخدم لغة برمجة سهلة جدا جدا وهنسهل كمان أكتر في الشرح بس في حاجة لازم ننتبه لها كويس لازم نذاكر بالترتيب نذاكر بالترتيب يعني أول درس في السلسلة بعد كده تاني درس في السلسلة بعد كده تالت درس في السلسلة وهكذا وإلا فممكن نقابل بعض المشاكل يعني مثلا ممكن أصبط ليك ملف في أول السلسلة ونفضل نشتغل به لو أنت مثلا شفت الحلقة رقم خمسة وجيت تطبق وراها هتعمل إيرر لأنك ما شفتش زبط الملف ده في الأول فلازم نعرف أن تسلسل الشرح تسهيل لنا من الأساس أما بالنسبة لبداية الشغل والتنزيل والتشغيل والمتابعة بالترتيب وقايمة التشغيل اللي بتضم السلسلة دي علشان نذاكر منها أي شيء هتحتاجه بخصوص كل الموضوعات دي هتلاقيه في الوصف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دلوقتي هنشوف وهنجاوب على السؤال اللي سألناه قبل كده اللي احنا عملنا ده أقصد إيه خلاص دول صح سيبك منه ده وده صح ولا غلط وقلنا ان الشغل مثالي وزي الفل فيش مشكلة خالص اهو شايفين المنظر شايفين شايفين المنظر بص حلوة قوي بفضل الله ممتاز جدا 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 السؤال هو اللي احنا عملناه صح ولا غلط ولو صح صح ليه ولو غلط غلط ليه يعني ما انت برضو عشان تقول لي ان هو غلط طلعلي حاجة فيه طلعلي ايه حاجة فيه طيب دلوقتي عشان نعرف هو صح ولا غلط هو صح للحالة دي شايفين الحالة دي ايه الحالة البلوك بتمانين الويتس والهيط طب لو انا خليت البلوك ويتس دي بخمسين والبلوك هايت دي بخمسين ما هادي ما بنعليه الشغل كل لان الماب بتاخد منها والكولي درز بتاخد منها خليتها بخمسين يعني غيرت في اعدادات اللعبة مش اشغل كده انزل اه اه كل اللغبطة بانت فكله تحت وفوق ويمين وشمال ما فيش حاجة شغالة بص لا الشمال شغال الشمال شغال اليمين بايز الشمال شغال اليمين بايز اهلافين المنظر فوق فوق شغال تحت بايز يبقى فيه مشكلة تحالو بقى نشوف هنعمل ايه لما تقابلك حاجة زي كده هقولك على فكرة حلوة في البرمجة عموما مش في الحالة بتاعتنا بس لما تقابلك حاجة زي كده في البرمجة دور على حاجة تعملها بعلاقة خاصة بالحاجة اللي انت شغال بيها يعني بدل ما تسبت رقم احنا سبتنا الرقم في حالة التمانين طب انا هقولكو على حاجة فين هي الاعدادات هنا احنا خلناها كده بتمانين صح? طيب هنخلي دي باربعين ودي باربعين يعني نص التمانين يعني نص ايه؟ نص التمانين وهشغل صغرط خالص بس الدنيا ايه؟ بايزة خائفين بصوا طيب الشمال شغال اللي فوق شغال اليمين بايزة اللي تحت بايزة يعني المشكلة في اللي تحت وفي اليمين بس حلو قوي سؤال لو جت هنا وخلت العشرين دي عشرة وخلت العشرين دي عشرة وعملت سيف ورجعت هنا تاني وشغلت خرجوا بس بره عشان اشوف اللي تحت بايزة اللي فوق شغال اليمين بايزة الشمال شغال صح كده طيب هاجي هنا يبقى احنا جربنا كده على الخمسين التمانين هتصبت معاك لو عشرين خليها خمسين وتعال هنا ونشيل دي من هنا ونشيل دي كمان من هنا هنا هنعمل ايه بصوا لو انا زودت حاجة بس في اقواس بصوا انا هنا شغال مع ايه؟ مع الطول ولا العرض شغال مع الـ X ولا الـ Y هنا شغال مع الـ X والعرض يمين وشمال X وعرض المشكلة في اليمين واللي تحت ماشي؟ هقول له زائد زائد هنا بقى زود ايه؟ هنا لو انا زودت الـ X هنا بتاع البلاير وزودت اه زودت مش نقصت وزودت الـ X هنا بتاع البلاير مش هينفع دعالوا نشوف بصوا مش هينفع شايفين؟ برضو فوق وشمال زي الفل سيبك من فوق وشمال دلوقتي طيب شايف ده؟ انا عايز اطرح منه حاجة او اطرحه من حاجة عايز اطرحه من حاجة انا عايز اطرح ده من العرض بتاع الـ كولايدر اللي انا عليه هو دة الكلام بقى اهو الـ X بتاع الـ اطرح منه الـ X بتاع البلاير شفت الـ X بتاع الـ اللي احنا دخلين فيه اه الـ X ده بقى اماله اطرح منه الـ X بتاع ايه? البلاير وتعالى هنا اعمال لي نفس القصة بس بالعكس ده Haites يبقى اطرحه اطرحه من الـ بتاع الـ يبقى هنا هطرح الويتس بتاع الكولايدر من الويتس بتاع البلاير والقيمة اللي هتطلع هزودها على الناتج وهنا هطرح الهايد بتاع البلاير من الهايد بتاع الكولايدر والقيمة اللي هتطلع هزودها هنا طيب هعمل save هنيجي هنا ونشغل على كده عايز بس همسك البلاير انزل تحت شغال بصوا بقى ركزوا معايا تحت شغال او بدوس تحت او شغال شمال شغال على فكرة هو لما بدأ البداية غلط ليه البداية غلط بصوا انت هنا لازقوا في حتة اصلا ما ينفعش يقف فيها لان انت صغرت المواسير خد بالك تاهمين القصة لا تعالي بقى هنا وخلي هو راح فين اعداداته هنا فين anim قبل ما نضيفه anim1 قبل ما نضيفه dot y نزله تحت شوية بمية عشان بس نبدأ يبقى هنا اعرف اتحرك بصوا كده مش هيطلعه فوق شغال بصوا ومفروض مش هيدخل هنا اصلا المساحة دي مش هتكفيه بصوا المساحة دي مش هتكفيه فمش هيدخل اه بصوا نجرب شمال شغال فوق شغال تحت شغال يمين شغال ومفيش مشكلة خالص بفضل الله ولا في اليمين ولا في الشمال ولا في الفوق ولا في التحت حلو كده طيب رجع لي تاني بقى ما انت وتقول لي بقى ايه استنى ما انت شغال على خمسين رجعها لي على ثمانين عشان اتاكد عيني ادي ثمانين للبلوك ويتس وادي ثمانين وللبلوك ايه هايت بفضل الله كل حاجة زي ما هي انا سبت عملت علاقة بس ما سبتش رقم شغل بقى دلوقتي بفضل الله تعال نجرب دخل هنا يمين شغال بفضل الله فوق شغال بفضل الله شمال شغال بفضل الله تحت شغال بفضل الله بص جرب لي بقى كل الموصير بص شايف بص شايف بص شايف بفضل الله بيخبط في اهو بيعمل تصادم بفضل الله شايف المنزر بص 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 شايف شايف المنزر شايفين بص ايه باش مهندسين بفضل الله اه اخر حاجة عندي اه اخر حاجة في الكولايدر هي اخر مصورة وجربنا اول ايه اول مصورة بقى كده بفضل الله قدرنا نتحكم في الكولايدرز ونعمل حاجة كويسة للأوبجيكت اللي هو المفروض انيميت جربناه مع بعض كل الكولايدرز حددنا الكولايدرز رسمنا الكولايدرز وعملنا ان الكولايدرز دي فعالة فعلا مع اللاعب ويا رب تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته